فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تسليماً مزيداً أما بعد فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واتصالاتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما هو ظاهر ومبين على الشاشة أمامكم الآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وعذنا يا ربنا من الزلل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق وقد ضاق الوقت عن الإجابة عليها عندي الأخت سمية من الجزائر تسأل تقول بأنها بالنسبة لحكم تقسيم صلاة الليل إلى قسمين أول الليل وآخر الليل يا أخت سمية نعم ما في بأس لا بأس بأن تقسم المرأة والرجل صلاة الليل إلى أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل وكل هذا جائز والحمد لله تسأل سمية تقول هل الأحسن للإنسان حتى يختم المصحف في الليل أن يقرأ من المصحف أو يقرأ من حفظه ويحفظ بعض الأجزاء بالنسبة لقيام الليل يا أختي سمية الأمر في هذا واسع فإذا رأيت بأنه تستطيعين أن تختم القرآن بمثل هذه الصورة فما في بأس أنك تحملين المصحف معك في الصلاة وإذا اعتقدت بأنك تستطيعين أن تكمل الحفظ مثلا من خلال قيام الليل فتحفظين وتقرأين فهذا جيد على العموم الأمر في هذا واسع والحمد لله تحملين المصحف أو مثلا تضعين المصحف أمامك بحيث يكون بشكل كبير طبعا تقرأين منه أو تقرأين مثلا من حفظك كل هذا مشروع ولا بأس الأخ مثنى من العراق سأل بالأمس يقول بأن والده توفي في الثمانينات يقول والوالدة ما اعتدت ما كانت تعرف وتجهل هذا الأمر تسأل ماذا عليه الآن أخي الفاضل عليها الاستغفار والتوبة تقول أستغفر الله وأتوب إليه وتندم على هذا العمل كان الواجب عليها أن تسأل أن تسأل في تلك الأيام لأن العدة واجب وبعدين يا أخ مثنى العدة تجب بساعة الوفاة إذا جاء خبر وفاة من ساعة وفاة فإنها تعتد من ساعة وفاة زوجة فإنها تعتد سواء علمت أو لم تعلم يعني لو افترضنا الآن ما جاء الخبر إلا من أمس عفو ما جاء الخبر عن وفاته إلا من بعد يوم يعني توفي أمس واليوم جاء الخبر مثلا تكون العدة من أمس العدة من أمس نفترض الآن امرأة ما علمت بعد شهر أخبروها بأن زوجة توفي بقي عليها ثلاث أشهر وعشرة أيام مش أربعة لماذا؟ لأن العدة تبدأ من ساعة الوفاة لو أن امرأة ما علمت عن زوجها بعد ستة أشهر أخبروها بأن زوجها توفي معها سقطت العدة لأن العدة تجيب بالوفاة يا أخ المثنى بارك الله فيك على العموم الآن عليها تقول أستغفر الله وأتوب إلى الله وتندم على هذا لأن الواجب أن المرأة تسأل عن دينها هذا مسألة معروفة يعني ما أعتقد امرأة في هذا الكون من المسلمات تجهل بأن المرأة تعتد عند وفاة زوجها ما يمكن يجهل يمكن يجهل التفاصيل لكن كعدة كاملة لا لا ما أحد يجهل نعم تفضل وختي بن مصطفى السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله شيخني أنا اتصالت بيك قبل فترة وشرحت لي شروط العدة نعم وشيخني أنا قلت لك بأي يوم الفاتحة يعني ما اقتزمت بالعدة كانت دخول وخروج يعني رجال بس كنت محجبة يعني ورح أتنمت بيك والدي ثلاثة أيام لأن بيت أتصار عندي خوف وليل ما أقدر أنام طيب شيخني شينو أكون أنا آتمة إذا أكوني تجاوزة بها بالأيام وإذا آتمة شون يعني أخطر هذا ذنبي طيب يا أم مصطفى سؤال آخر أشكرك شيخنا مرحب أختي نعم تفضل أمم محمد بريطانيا أمم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا أختي 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 تسألك بس يعني لو أندي ولد بلغ أجل مصطفى حالي أختي أختي التلفوني قطع عندي ما أسمع زين لو تكرمين أخفض التلفزيون وقرب السماعة منك أعيدي لو عندي ولد بلغ تريدين نصيحة من عندي يعني أيوة يعطيه للولد مثلا نحن بلغة الوربا طيب أبشر إن شاء الله السؤال الثانية يا شيخ في بعض ناس يعني مثل ما دحين تتكلم سبحان الله يعني معهم في أخ اتكلم في بسانه وفي قلبه معهم إيش مثلا نتكلم معك وقلبه نتغل بالاستغفار ما كنت أي شيء أيوة أشي يعرف هذا يعني وشي تتكلم معك طيب أختي محمد لو يعني تحاول أن تعيدين الاتصال من جديد حقيقة في صعوبة في الاتصال نعم فضلي أحمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا ريك تتكرم وتفضل علينا تشرح لنا بموجب أو بقدر المسطاع وعندما يقول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في رضض الجنة لمن ترك المراء أبشر إن شاء الله هذا السؤال والسؤال الثاني الأموال التي تجمع بقصف الفقراء والمساكين ولكن تعطى إلى الأصحاب والمعارف هل الرجل العاطي والآخي هل هما في مس من الشيطان أم هما في غيبوب عن الشرع كيف يعطونها للأصحاب؟ لا الأصحاب والمعارف تقريبا يعني عاتف إنه والله مساعدة ولكن هم يعرفون أنه ليس هناك أحق منهم في المساعدة لكن هذو الأقارب والأصحاب فقراء ومساكين ولا؟ لا 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 في أفقر منهم وفي أحوج منهم لكنهم فقراء لا لا ليس بفقراء حي واحد يملك بيت يأخذ مساعدة لحط ابنه بمدرسة إسلامية هذا كيف تقير وهناك في أفقر منهم هذا السؤال يعني طيب أبشر إن شاء الله أبشر بارك الله فيه إياك الله أم محمد فضلي أبا الشيخ إياك الله خير فضلي أنت على الهوات فضلي فضلي أخفض التلفزيون يا محمد الله يرضى عليك أخفض التلفزيون واسمعين من الهاتف محمد يا أم محمد أم محمد سؤالك غير واضح الله يرضى عليك خفض التلفزيون قرب صوتك من السماعة قرب يفهمك من السماعة واسأليني بهدوء أنا زوجي قال قال الأصحاب على ما هو ما هو استمع فيني وقتل خلاصنا مع أبا شحراه زوجك إيش في زوجك إيش في زوجك إيش في قال الأصحاب ووزعهم وقال خلاص وش قال إيش إيش قال والله ما فهمت يا أختي محمد أعيد يكرر الإتصال من جديد أعطني غيرها فضلهم أمينة سلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله عندي سؤال بخصوص رمضان إن شاء الله نعم أنا زوجي يعمل هنا كسائق قطار نعم وقد تعرض خلال الأشهر الماضية مرتين لنوبة الكالي لأنه يوجد عنده دائما حصي في الكالي وهي مؤلمة جدا هذه النوبة لدرجة أنه في أحد المرات اضطر أن يقف القطار وتم نقله إلى المستشفى في سيارة إسعاف فنصحه الطبيب بعد ذلك بيشرب على الأقل ثلاث لترات من الماء في اليوم لك لا يتعرض مجددا لهذه النوبة فماذا يفعل يا شيخ في رمضان مع العلم أن القانون هنا في ألمانيا إذا ما تسبب السائق مثلا في حادث وثبثت مسؤوليته بشكل ما بأنه قد يتعرض للسجن فبماذا تنصحنا والقطار يسافر بين المدن يا أخت أمينة نعم هو سائق للقطار ويضطر أن يسافر مسافة 150 كيلومتر يعني في اليوم كله أو في الليل كله والنوبة التي تأتيه بسبب الكيلة بسبب الكيلة أحد المرات أتت هو ونائم في المنزل والمرة الثانية أتت هو هو يسوق القطار واضح يا أممين أبشر إن شاء الله شكرا السلام عليكم أهلا وسهلا عليكم نكتفيش أهلا تفضل حسين مستك الله بالخير يا شيخ مستك الله بالخير والعافية الله يرضى عليك عندي سؤالين أول سؤال يطويل العمر في سورة التوبة نعم طبعا قبل قراءة أول آية يعني الواحد يستعيذ بالله أعوذ بالجاه من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار الأجزة لله والرسولي وللمؤمنين وبعدين طيب إذا كان يعني في نصفة سورة هل يقرأ يعني يتعوذ بهذا التعوذ أم يعني يا أخي حسين هل التعوذ هذا يعني الآن يعملون فيه الناس على أنه حديث يعني لا 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 يعني أنا سؤال أنا أسألك يا شيخ برحب الله فيك أيوة يعني هل هل يعني فيه نصفة سورة يعني الواحد إذا يقرأ يعني نصفة سورة يتعوذ بنفس التعويل أم يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهكذا طيب طيب سؤال الثاني راح حسين طيب واضح السؤال واضح أظن كان عندك سؤال ثاني يا حسين نكفي آخر واحد ها أساس عندنا سئلة كثيرة أم محمد فضلي أم محمد عن ذلكم إيه عن ذلكم إلا الأسئلة كثيرة اليوم أرجع إلى الأسئلة الأخ الأخ أحمد من أبوظبي يقول بأنه مغتربين وبعيدين عن عيالهم يعني لهم فترة طويلة يقول يمكث الشخص مثلا سنة أو ثمان أشهر ولا يرجع إلى البيت والمرأة تطالب بكذا وكذا يقول ما العمل في مثل هذه الصورة خاصة وأن العمل لا يسمح والتكاليف تكاليف يعني استقدام الزوجة والأولاد يعني كثيرة ومتعبة يا أخ الفاضل أحمد بارك الله فيك هو لا بد للمسلم أن يعلم بأن هناك حقوق وواجبات عليه وله عليه وله هناك حق الله جل وعلا هو أعظم الحقوق ومقدم على كل حق وهو أن تعبده وأن توحيده وأن تؤمن به وأن تؤدي الفرائض التي أوجبها الله جل وعلا عليك من الصلوات وما يلحقها من الوضوء والاغتسال من الجنابة ووجوب أداء الزكاة وكذلك الصوم رمضان وحج البيت وغير ذلك أيضا الحق الثاني حق مثلا الوالدين هذا أمر يعني طويل أيضا حق الزوجة كذلك ومن حقوق الزوجة يا أخ الفاضل أحمد أنه ما يجوز لك أن تغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا برضاه إذا رضيت ما في بس أما إذا لم ترضى فالحكم الشرعي الذي ذكره أهل المعلوم لا يجوز أن تغيب عنها أكثر من ستة أشهر والدنيا لا تغني عن الآخر وهذا حق فما دام أن المرأة طلبتك تأتي إليها أو تأتي بها فالواجب عليك أن تلبي هذا الطلب وهذا حق عظيم وذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة طويلة سأل كم تصبر المرأة عن زوجها فقالوا ستة أشهر أو أربعة أشهر فأرسل يعني أرسل تعميم مثل ما يقولون على جميع المسلمين الذين في الثغور وفي الغزو أنه ما يتأخر الرجل عن زوجتي أكثر من ستة أشهر إلا برضاه فإذا كانت المرأة تطلب ذلك قل لها الأمور كذا وشرح لها الوضع وشرح لها الحال إذا اقتنعت اقتنعت وإذا رضيت رضيت الحمد لله إذا لم ترضى فواجب عليك إما أن تذهب إليها وإما أن تأتي بها وهذا أمر يا أخي الفاضل يدخل في نطاق الشرع وليس في نطاق مثلا المسائل الاختيارية تقبلها أو تردها لا هذا أمر واجب وهذا أمر مش يعني هو من الأموم من الأحكام الشرعية وكذلك الأولاد لهم حق على الوالد أن يكون قريب منهم وأن يربيهم وأن يعتني بهم فهذا أمر لا بد أن تهتم فيه ولا بد أن نعلم جميعا بأن الدنيا ما تغني عن الآخرة يعني لا يمكن أن يكون الإنسان دائما شغله للدنيا لا يمكن لا بد أن يؤدى الحقوق وأداء الحقوق سبحان الله يا أخ أحمد بارك الله يعني يقود دائما إلى الخير وإلى البركة وإلى التيسير وهذا من توفيق الله جل وعلا طيب يا أحمد إن شاء الله بعد هذا الفاصل أرجع لي أكمل سؤالك الثاني أنت وبقية الأخوة المتصلين فانتظروني ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل رعاة ربنا وتقبل رعاة أياكم الله من جديد الأخ أحمد في سؤاله الثاني يقول بأنهم كانوا جالسين مجموعة أصدقة يقول فواحد قال لشخص آخر أعطيك 25 ألف إن تزوجت خلال شهر وإذا ما تزوجت تعطيني أنا 25 ألف ما الحكم يا أخي الفاضل هذا لا يجوز هذا من الأمور المحرمة التي لا يجوز وهذا رهان باطل لا يدخل ضمن الرهان الذي رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر هذا ما لا علاقة وهذا من الأشياء المحرمة ومن أكل المال بالباطل خاصة فيما يتعلق قضية اللعب في مثل هذه الأشياء وأنا أنصح يعني أنصح أخواني وأخواتي بالكف عن مثل هذه الأمور والاهتمام بالأمور يعني الجادة يكونوا جادين في حياتهم أما هذه ما لا قيمة ولا تقرب إلى الله جل وعلا منذر بن العراق يقول عندي أخ من مواليد 1950 يقول عنده تخلف عقلي هل يجوز أنا حج عليه حج البدل طبعا أنا سألت الأخ منذر أمس قلت من ولد قال نعم يا منه الصغير وعنده تخلف عقلي أخي الفاضل هذا مرفوع عنه التكاليف هذا أخوك مرفوع عنه التكاليف وتشكر أنت على هذه المشاعر الطيبة وتؤجر على ذلك لكن بالنسبة لي أخيك لا تجب علي لا صلاة ولا حج ولا صيان إلا الزكاة إذا كان عنده مال يجب أن تخرجوا زكاة ماله لأن الحكم متعلق بالمال بالمال ولذلك النبي عليه الصلاة سمي يقول رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق وعن النأم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ أم مصطفى من العراق سألت اليوم تقول بأنها سألتني قبل عن شروط العدة وتقول أنه في تلك الأيام الأولى تقول يعني اعتديت لكن حصل عندي تقصير في بعض الأشياء دخول بعض الناس وكذا ماذا ما عليك شيء أم مصطفى وطيب أن تقولي أستغفر الله وأتوب إليه طيب كثري من قول أستغفر الله وأتوب إليه اللهم اغفر لي اللهم ارحمني هذه دعوات طيبة يقولها الإنسان أما عليك كفار أو شيء ما عليك شيء من هذا وعلم النساء أم مصطفى بارك الله فيك اللي تعرفين من النساء يحصل عندها عدة أو حداد مثلا قولي لها الحكم الشرعي كذا لأنك الحمد لله أنت تعلمتي والآن وعرفتي بعض الأشياء يلزمك أن تعلم النساء الشيء أنت قلت الفاتحة ما في شيء اسم الفاتحة وما في شيء اسم الأربعينية هذا كلها من البدع يعني ما ينبغي للناس أن يهتموا بهذه البدع يهتموا بالسنة بارك الله فيكم العجيب يا مصطفى وإخواني بعض الناس سبحانه الله يجهل الأحكام الشرعية ولكن يتقيد بالبدع والمخالفات عندهم مثلا يسمونها بعد سبعة أيام هذا يحرصون عليه حرص دقيق الفاتحة الثلاث أيام الأربعينية الحولية هذه ما يخلونه هي بدع ما أنزل الله بها من سلطة لم ترد لا في القرآن ولا على لسان المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل بها الصحابة ولم يقل بها الأئمة الأربعة وهم تمسكين بها المخالفات والبدع طيب والشرع الأمور الشرعية ما يتقيدون فيه أغلب النساء أغلب مش كل أغلب النساء يجهلون أحكام العدة في الوطن العربي والعالم الإسلامي لكن اسألهم عن الأربعينية والفاتحة والحولية ما شاء الله يعني إتقان لكن الأحكام الشرعية أبداً وهذا والله مؤلم والله مؤلم هذا لا الإنسان يتفقى ويتعلم والحمد لله هذه سهلة يعني ما فيها صعوبة كتب الحمد لله الحديث والسنة ودوغين السنة بين أيدينا تفقى الإنسان وهذا العلم أيضاً يسألها العلم المعتبرين المعتبرين الذين لهم عناية بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفقه الصحابة يسألون فيه مثل هذا أم محمد من بريطانيا تقول بأن لها ولد بلغ الآن تريد نصيحة أنصحوا يا أخت الفاضلة بتعلم العلم الشرعي بتعلم الأحكام الشرعية ومعرفة الآن يجب عليه أن يعلم بأن الآن بدأ القلم يكتب عليه ملكاني عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الآن بدأوا يكتبون عليه يجب عليه طبعا أن يعرف الغسل من الجنابة لأن الإنسان إذا بلغ احتلم فإذا رأى شيء في المنام مثلا ووجد سائلا على ثيابه فرأى احتلام فإنه يجب عليه أن يغتسل يتعلم الوضوء يتعلم أيضا يواضب على الصلوات يمكن أيام قبل البلوغ هذه كلها من باب التدريب والتعليم والتعويد الآن لا بدأ القلم يجري بدأ القلم يكتب كذلك يتعلم الأحكام وحكام الصيام والمفطرات كذلك إذا استطاع أن يحج معك أو مع والده إذا يقدر الله لكم حج فهذا أيضا جيد وعليه الآن أن يكثر من التعلق بالله سبحانه وتعالى وأيضا يبر والديه ويحسن العمل يحسن العمل يكون إن شاء الله من أهل الخير ويحسن العمل وأسأل الله تعالى أن يصلحه لكم أم محمد تقول بعض الناس أنا ما فهمت سؤال أنقطع تقول بعض الناس يتكلم معك وقلبه مشغول بالاستغفار هكذا فهمت أنا ما أدري عن السؤال لأنه حصل فيه صوت وكذا يخط الفاضلة ما في بأس يعني إنسان إذا كان تحدث مع شخص أو شخص يتحدث إليه هو يقول استغفر الله وأتوب إليه لا إله ما في حرج هذا يدل على استغلاله للوقت واهتباله لفرصة العمر التي كل لحظة من لحظات حياة الإنسان ستأتي يوم القيامة وسيسأل عنها أحمد من كندا يريد شرح موجز لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا والله يا أخ أحمد بارك الله فيك هذا الحديث العظيم ما يحتاج إلى شرح هذا الحديث ظاهر أحيانا في نصوص ظاهرة ما تحتاج إلى شرح والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بأنه زعيم في بيت في وسط الجنة لمن ترك المراء الجدال الجدال القيل والقال والمراء حتى لو كان محق لعلمه بأن هذا المراء سيقود إلى مفسدة أو سيقود إلى فتنة أو سيقود إلى فجوة بينه وبين الآخر يتركه لله جل وعلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام زعيم له ببيت في وسط الجنة هذا المقصود ولذلك هذا الحديث يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب من أمتي أن يبتعدوا عن المراء تعدوا عن القيل والقال يبتعدوا عن الدخول في جدال عقيم ما لقيمه ولا لمنفعه ربنا جل الله يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن وجادلهم بالتي إيش بالتي هي أحسن وقال تعالى وجادلوا أهل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن الجدال المثمر الجدال الجدال النافع الجدال الذي له نتائج أما الجدال العقيم والمراء العقيم فهذا ما في خير الآن للأسف الشديد تجد بعض الناس مثلا يوم الجمعة يطلعون الناس من الجامع وصلين الجمعة ومستعيدين بالله من الشيطان يكسبون حسنات تجتمع بعض الأسر وبعض الأقارب على غدا أو كذا يبدأ تعاشف الجدال وتعاشف المراء ورفع الأصوات وقطع الأرحام وشيء والله مخزي يحدثني بعض الناس يقول نجلس نطلع من صلاة الجمعة بإيمان وتقوى وخشوع ونجلس والعياذ بالله نحرق جميع الحسنات اللي اكتسبناها بهذا القيل والقال والسب والشتم خاصة مع هذه الأحداث ومع الأمور تجد هذا يحلل وهذا يفصل وهذا يعني يبدأ يقول كذا وربما يقول خرجنا بدل أن نكون نجتمع على طاعة وعلى صلة رحم خرجنا وقد أوغرت صدورنا وقد والعياذ بالله حملنا الأحقاد على بعضنا سببه المراء سببه الجدال هذا هو ولذلك النبي عليه الصلاة نهى عن ذلك ونهى عن قيلة وقال وعن كثرة السؤال وإضاعة المال وهذا منه المراء المراء بعض الناس نصب نفسه منظر لأمة محمد عليه الصلاة يجلس في المجلس ويفصل ويقول كذا وكذا وهذا يحصل وهذا لا يحصل وهذا طيب وهذا مطيب وهذا في النار وهذا في الجنة وسبحان الله يمكن هو ما يستطيع والله يدير أسره من ثلاثة أنفار يمكن عنده أسره ثلاثة أنفار أربعة أسره ما يستطيع يديره ما يتحكم في أسرته ويتجد يقصف هالناس قصف ويتحدث في الناس هذا من المراء الذي ما والله لو جلس قال سبحان الله والحمد لله ولا إله خير له من الدنيا أنا ما أمنع النقاش وما أمنع الحوار طبيعة البشر ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم لكن أنا أقصد المراء العقيم الجدال العقيم المراء والجدال الذي يقود إلى حقد وضغناء وفساد المراء والجدال الذي بدل ما يجمع يفرق وبدل ما يحبب يبغض وبدل ما يؤلش يفرق هذا ما يجوز هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أحمد يقول هناك يعني أموال تجمع للفقرة والمساكين لكن يقوم أصحاب هؤلاء الأموال بإعطائها لأقاربهم ولأصحابهم مع أنهم غير محتاجين يا أخي الفاضل أنا ما أدري عنها يمكن أنها قضية عندكم أو شيء لكن أنا أجيب إجابة عامة لا أقصدك ولا أقصد جهة معينة لأن مثل هذه القضايا تحتاج إلى قاضي يجلس مع هؤلاء ومع هؤلاء يفصل لكن أنا أتكلم بنصيه عامة ما يتعلق بقضية بقضية جمع الأموال جمع الصدقات بغرض وبنية إعطائها الفقر والمساكين هذا أمر طيب ويؤجر عليه الإنسان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع ينفع أخاه فليفعل أو فلينفعه الله جل وعلا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وهذا كل يدخل في دائرة الإيمان والوشيجة العظيمة التي جعلها الله جل وعلا بين المؤمنين وفي الوقت نفسه يجب على الإنسان أن يعتقد بأنه مستأمن على أموال الناس فالناس أعطوه زكاتهم وأعطوه صدقاتهم وأعطوه أموالهم أعطوه لي يوزعها بأمانة وبثقة ويعطيها المستحقين أما أنه يحابي بها صديقا أو قريبا أو حبيبا فإن هذا لا يجوز ويحرم هذا خيانة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أدّ الأمانة إلى من اتمنك ولا تخم من خانك ولذلك يوم القيامة يرفع للغادر وهذا يدخل ضمن الغدر يرفع له لواء عند أسته ويقال هذه غدرة فلان وهذه غدرة فلان سيأتي هؤلاء كلهم الذين دفعت لهم أو دفعوا لك عفوا سيأتون وحاسبونك أمام الله جل الله كيف تعطي نحن أعطيناك لتعطي الفقير ومسكين تعطيها للأغنية تعطيها لأصحاب البيوت المرفوعة والمعمورة تعطيها لأصحاب الشركات هذا ما يجوز هذا محرم ولذلك أنا ما أتصور صراحة إنسان يخاف الله ويتق الله يخاف الله ويتقيه أن يأخذ أموال الصدقة ليعطيها شخص غني أو مقتدر ما أعتقد إلا أن يكون مثلا هذا الشخص دخل فيه مثلا يعني ديون ولحقته غرامات مثلا ثم أراد أن يعطيه من الزكاة لأن هذا لو حق هذا مما لا بأس به فأنا أوصي من يتولى مثل هذه الأمر أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يؤدوا الأمانة يؤدوا الأمانة كل درهم كل يعني فلس هذا تدفعه في غير يعني في غير تضعه في غير محله ستسأل عنه يوم القيامة وستأتي يوم القيامة تسأل عن هذا الفلس وعن هذا الدرهم وعن هذا السنت وعن هذا الشيء الذي دفعته تسأل يوم القيامة أمام الله جل وعلا أم أمينة من ألماني تقول بأن زوجها يعمل سائق قطار ويعني يتنقل بين المدن عنده مشكلة في الكلا يقول حصلت له نوبات كثيرة منها وهو في البيت ومنها وهو يقود ونقل إلى المستشفى في قضية يعني الصيام تقول الطبيب نصحه بأن يعني لا بد من أن يأخذ أقل شيء ثلاثة لترات من الماء فماذا عليه في مثل هذا الصور تقول عندنا مقانوانين مشددة بالنسبة لسائق القطار إذا أهمل أو فرط أو شيء يحاسب عن قضية مثلا الحوادث أو الأشياء المتربية يا أخت الفاضلة مدام أن زوجك بارك الله فيه تنقل بين المدن فهو مسافر في مثل هذه الحالة فلا بأس له أن يفتر في رمضان إن احتاج إلى ذلك إذا رأى بأنه يحتاج إلى شرب الماء وفي طريقه فلا بأس عليه هو أيضا مريض يعني الآن جمع وصفين يرخصان له بالفطر والحمد لله المرض والشيء الثاني السفر فقلي له بكل أريحية بكل راحة يفتر والحمد لله ويقضي بعد ذلك يقضي بعد رمضان يا أخت أم أمينة بارك الله فيك الأخ حسين من أندونوسيا يسأل عن قراءة سورة التوبة يقول لما آتي أقرأ سورة التوبة أقول أعوذ بالله من النار وغضب الجبار إلى آخر يقول إذا جئت أقرأ من وسط السورة هل آتي بهذا التعوذة أو هذا التعوذ أو أنني مثلا أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشطارج مثلا يا أخي حسين بارك الله فيك أنا سألتك إن كنت أعتقد أو يعتقد الناس بأن أعوذ بالله من النار وغضب الجبار إلى آخر هذا السجع الذي ذكرته فهذا غير مشروع هذا ما وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يارد عن الصحابة الاستعاذة المشروعة التي قال الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الاستعاذ وفي استعاذة ثانية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هذه كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أما أعوذ بالله من النار وغضب الجبار وباقي السجع الذي ذكرته هذا غير وارد المسألة الثانية إذا الإنسان أراد أن يقرأ القرآن من أول السورة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء يقرأ من وسط السورة ما يحتاج بسمل لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ القراء بالنسبة لسورة التوبة ما فيها بسمل فأن تحتاج فقط إلى أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هذا كله هو المشروع أما ما ذكرته بارك الله فيك من يعني السجع هذا فهذا غير مشروع وغير وارد يا أخي حسين بارك الله فيك طيب محمد من السودان طبعا انقطع للتلفون انتهى وقت البرنامج إخواني وأخواتي أشكر في نهايته الأستاذ المخرج خضر عبد المطرب وزملائي في الستوديو ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير والدعاء المتابع وإلى لقاء الغد بإذن الله استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورفة جنة النعيم واجعلني من ورفة جنة النعيم